سوف أشرح القوانين الذين يحل عليها الـ Probability طبعاً أول شيء كان القانون العام أو القانون الأساسي اللي هو القانون الفكتوريال أو مضروب العدد هو بنرمز له N وبعدها علامة تعجب قانونه N في النقص 1 في النقص 2 في النقص 3 لحد ما تصير قيمة الـ N تساوي 1 يعني بنوصل 3-2-1 فأنا لو كان عندي قيمة N تساوي 10 بنبلش يعني 10 في 9 بالـ 8 بالـ 7 لحد ما أوصل 1 بظل أضربهم ببعض بنبلش من أكبر رقم اللي هو قيمة الـ N لحد ما أوصل الـ 1 فعندي بأول سؤال يعني عليها And how many way can six people be seated in a row؟ يعني بالسؤال أنه أنا عندي ست أشخاص بدي أخليهم يعدوا بصف واحد فأنا دائماً بتخيل أنه أنا عندي ست فراغات بدي أحط ست أشخاص أو بدي أعبي ست فراغات تعني بأول فراغ أنا عندي ست أشخاص من المحتمل أنهم يعدوا في هذا المكان أو بيعبوا الفراغ الأول فبحط ستة اللي هي قيمة N عندي ستة الثاني بحط في خمسة لأنه أنا نقص واحد في واحد نحجز بالمكان الأول وهو ما في شخص رح يعد في مقاعدين فبقل الواحد بكل مرة نفس الشيء أربعة تلات تنين واحد فأنا هيك خليت الست أشخاص يجلسوا على هاي المقاعد الستة بالترتيب وبدون تكرار المثال الثاني على القانون اللي بعده القانون اللي بعده لهو الpermutation permutation اللي هو لحالات أكتر تفصيل من القانون العادي لما يكون عندي من السؤال بقدر أعرف أنه عندي الاحتمالات بتكون الترتيب فيها مهم بس ما في تكرار بالأرقام بس يعني طبعا نفس السؤال اللي قبل السؤال اللي قبل هو الترتيب مهم بس أو يعني ما كان كثير موضح أنه الترتيب مهم بس يعني أنا حليت على الترتيب المهم أنه هون عندي بتفصيل أكتر أو يعني إجبار أنه أنت تحل بالorder متر وبدون تكرار ما في أرقام ما تكرره فالأشي القانون اللي بحل عليه اسمه قانون permutation القانون permutation بعبر عنه أو برمز P كبيرة وهون بحط N و R هي على الأغلب ال N و R بتنكتب بأصغر من هيك بس أنا كتبتها عشان التوضيح القانون يساوي N فكتوريال مضروب ال N على مضروب ال N ناقص R ال R هون اللي هي عدد الجزئي اللي بدي أخده من ال population ال N اللي هي ال population كاملة يعني أنا لو حكيت أنه أنا عندي عشرة أشخاص بدي أختار منهم 3 يعني بدي أخد من العشرة أشخاص 3 بحط هنا مضروب العشرة على مضروب العشرة ناقص 3 اللي هو صار نساوي 7 يعني مضروب السبعة فمضروب العشرة على مضروب السبعة هيك يعني فبهذا المثال بنوضح أكتر ونوضح كيف ممكن يعني أفهم من السؤال إنه هو بده ينحل على ال permutation فأنا عندي المثال بيحكي أختار 3 أشخاص من 11 شخص إذا الشخص الأول بدي يكون team leader الشخص الثاني بدي يكون designer والشخص الثالث بدي يكون QR فأنا بتخيل أنه أنا عندي 3 فرغات وطبعا ما في تكرار كيف أنا بد أفهم أنه ما في تكرار لأنه الشخص الأول اللي هو team leader ما رح يكون هو team leader وQR بنفس الوقت هو بس team leader فهو هيحجز هذا المكان وبس وبعدها رح تقلق قيمة الاحتمالات اللي ممكن تشغل هذا المكان أو عفوا المكان اللي بعده بتقلق قيمة الاحتمالات اللي ممكن تشغله هذا المكان هو للدزاينر الدزاينر ما رح يشغل مكان ثاني هيشغل بس المرتبة الثانية أو الرتبة الثانية فطبعا إذا بدي أحل على الفكتوريال ايش الفرق يعني هون عندنا وعن الفكتوريال فكتوريال لازم يوصل للواحد يعني لازم من اللي 11 للواحد أضل أضرب أنا هون ما بدأ أوصل للواحد أنا بتأخد بس 3 من اللي 11 على الشخص فكيف بحل على هذا السؤال بي للهون هنا طبعا حكينا قيمة N اللي هي 11 وهون قيمة الثلاث مضروب اللي 11 على مضروب اللي 11 ناقص الثلاث يعني مضروب اللي 11 على مضروب الثمانية فهيك اختصر لي لأنه السؤال لأنه الحل عبارة عن يعني مضروب اللي 11 لو 10 11 بعشرة بتسعة بتمانية وأقل فتمانية يعني اللي بعد ممكن أحكي عنه مضروب الثمانية على هون أنا عندي مضروب الثمانية فهي بتروح مع هاي بيظل إنه الناتج عبارة عن 11 بعشرة بالتسعة اللي هو تسعمية وتسعين فهيك أنا ممكن أحل السؤال و أفهم منه أنه هو بده قيم مرتبة وما فيها تكرار القانون اللي بعده اللي هو اسمه الكمبينيشن الكمبينيشن بنحل عليه بحالة إنه كان الترتيب مش مهم بس عندي وبرضه ما في عندي يعني تكرار فبحل على القانون بعبر هون عن الكمبينيشن بحرف السي يعني حرف السي كبير وهون قيمة الان وهون قيمة الار عشان أفهم إنه هذا بنحل على إنه هذا قانون الكمبينيشن هيك رمزه هو عبارة عن مضروب الان في مضروب الار اللي هو طبعا حكينا العدد الجزئي اللي أنا بدي أختاره برضه هنا ضرب مضروب الان ناقص ار بالمثال بنوضح أكتر المثال بيحكي لنا بكم طريقة ممكن أخد خمسة من مجموعة فيها 12 شخص أنا طبعا في طريقة تانية لكتابة هذا الكمبينيشن أو الرمز للكمبينيشن بالأمثلة اللي هو حكيت أنا سي بترمز لكمبينيشن قيمة الان هي 12 وقيمة الار حكينا هنا خمسة ممكن أعبر عنها بصورة تانية اللي هي فو أكتب قيمة الان وتحت أكتب قيمة الار هيك بفهم انها بتنحل على قانون الكمبينيشن القانون بيحكي مضروب الان يعني مضروب ال 12 على مضروب الار اللي هو يعني مضروب الخمسة ضرب مضروب ال 12 ناقص خمسة اللي هو اللي هي سبعة يعني صار عندي مضروب ال 12 على مضروب الخمسة ضرب مضروب السبعة طبعا من طلع قيمته هي قيمته على الأغلب راح تطلع كبيرة وعندي كمان السيركيولر اللي هو لما يكون بيسأل عن دائرة بدأ اطلع الاحتمال لها هو قانونه بسيط ن ناقص واحد يعني مضروب الان ناقص واحد هلا في عنا المثال الموجود بالسلايدز اللي هو بيحكينا انه عندي 12 شخص بدأ اععدهم على طاولة دائرية كيف كم احتمال موجود لأعدتهم فالعدد طبعا هائل انه احنا من نختار من نتخيل طاولة دائرية وفي حواليها 12 مقعد هون ممكن الشخص رقم واحد يعد هون اسا need يعني جعل هناك لهم ترتيب اذا الشخص رقم واحد قاعد هون حيكونا لهم ترتيب ثاني نفس ايش اذا شخص رقم اثنين يعني فى شخص واحد اليه 12 ترتيب لكن يوجد به عدد فالعدد راح يزهل هائل طبعا هاذ يساوي مضروب اليحداش اللي هو حوالي تسعة وتلاتين مليون بيطلع بالجواب يعني هاي الاثناشر شخص اللي تناش ناقص واحد مضروب اللحداش بيطلع تسعة وتلاتين مليون وهي غالبا ما بيجعليها اسئلة او اسئلتها بسيطة مباشرة